قال رئيس مجلس الوزراء إن مبادرة حياة كريمة تعد من أهم المشروعات التي تهتم بمواجهة أزمة التغيرات المناخية حيث يستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لستين مليون مواطف في الريف المصري جاء ذلك في كلمتي خلال جلسة الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية ضمن فعاليات اليوم الثاني من النسخة الرابعة لمنتدى شباب العالم حيث أوضح مدولي أن المشروع يعتمد على توفير مشاريع خضراء صديقة للبيئة ويأتي على رأس هذه المشروعات مشروع حياة كريمة للدولة المصرية ويمكن فخامة الرئيس أشار إليم بارح مشروع بيستهدف تطوير وتنمية جودة الحياة لستين مليون مواطن في الريف المصري وهذا المشروع من مكوناته مكونات حاكمة وأساسية في مجال التغيرات المناخية ومواجهتها سواء في موضوع التخفيف من حدة الإنبعاثات أو حتى في التكيف مع المتغيرات المناخية ترجمة نانسي قنقر